تعالوا الآن أيها الأحباب إلى تدريبات وأنشطة سين واحد أجب ألف ضع عنوانا آخر للنص الشعري يمكن أن نقوله في القرية فيكون عنوانا مناسبا لهذا النص باء بما وصفت مريم كل من الشمس والديك والطفل والفلاح والعنز وصفت مريم الشمس بإنسان يضحك مسرورا ووصفت الديك بإنسان يركض فوق السور ووصفت الطفل بأنه يهدي طفلا وردة ووصفت الفلاح بأنه يمشي في الساحة ووصفت العنزة بأنها تتبع فلاحة جيم كيف عبر كل من النص الشعري واللوحة عن أهل القرية عبر النص الشعري واللوحة عن أهل القرية بأنهم أناس بسطاء تحلو الحياة معهم دال هات من النص كلمة تعبر عن الصوت وأخرى عن الحركة الكلمة التي تعبر عن الصوت هي كلمة تضحك والكلمة التي تعبر عن الحركة هي كلمة يركض ثانيا رتب الأفكار التالية كما وردت في النص ديك يجري فوق السور الشمس تضحك فوق البيوت عنز تسير وراء فلاحة العصفور مرسوم على إناء الترتيب هو الشمس تضحك فوق البيوت ديك يجري فوق السور العصفور مرسوم على إناء عنز تسير وراء فلاحة أحسنتم والآن تعالوا إلى السؤال الثالث هات المطلوب ثم ضعه في جملة ألف مرادف يجري ومرادف يسير مرادف يجري يرقد والجملة هي يركض المتسابق سريعا أما كلمة يسير فمرادفها يمشي ويمكن أن نقول الجندي يمشي نشيطا في الساحة باء هات مضاد تبكي ومضاد فوق مضاد تبكي تضحك والجملة هي البنت تضحك فرحة بالنتيجة أما مضاد فوق فهو تحت والجملة هي توجد جزور النباتات تحت الأرض جيم هات مفرد الدور والأواني في جملتين من عندك مفرد الدور الدار ونقول كانت الدار عامرة بأهلها ومفرد الأواني الإناء ويمكن أن نقول نظفت الأم الإناء جيدا دال يقول هاتي جمع عمق وجمع جو في جملتين من عندك جمع عمق أعماق ويمكن أن نقول أحب أمي من أعماق قلبي وجمع جو أجواء ويمكن أن نقول أجواء القرية هادئة رابعا أي التعبيرين أجمل ولماذا؟ ألف شمسا تضحك أم شمسا تشرق طبعا التعبير الأجمل هو شمسا تضحك حيث شبه الشاعر الشمس بإنسان يضحك وهو يستقبل الصباحة ب الصورة جميلة أم الصورة حية طبعا التعبير الأجمل هو الصورة حية حيث شبه الصورة بإنسان يحيا ويعيش جيم طفلا يهدي طفلا وردة أم طفلا يعطي طفلا وردة طبعا التعبير الأجمل هو طفلا يهدي طفلا وردة لأن الهدية دليل على الحب والعطاء معا أما العطاء فقد يكون بلا حب خامسا حدد نوع الظرف في كل جملة من الجمل التالية وقفت نور أمام اللوحة أين الظرف؟ الظرف هو كلمة أمام ما نوعه؟ أحسنتم نوع الظرف هو ظرف مكان ب ورسمت العصفورة فوق شجرة أولا أين الظرف؟ أحسنت الظرف هو فوق وما نوعه؟ هو ظرف مكان طبعا جيم كما رسمت فلاحا يذهب إلى حقله صباحا ما الظرف هنا أيها الأحباب؟ أحسنتم الظرف هو كلمة صباحا ونوعه ظرف زمان دال وبقيت ساعة في حجرتها ترسم ما الظرف هنا أيها الأحباب؟ أحسنتم الظرف هو كلمة ساعة وما نوعه؟ أحسنتم نوعه ظرف زمان أحسنتم 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 أحسنتم